اشتركوا في القناة واسمه التعجيل اللي داروه تصفية كأس العالم اللي كانت عندنا المفروضة في جوا واجلوها احكينا عليها وحكينا واسمه المواجهة الموريطانيا اللي رح نلعبوها تانيك في جوا كمباراة كما قولوا ودية وكينزوج مبارايات واحد اخرين واول الموضوع تعنا التعجيل اللي داروه حتى اولا نقرأ لكم وش نشرت البارح الفاف شفتو تانيك يقول لك الكاف كما ركوا تشوفوا الكاف بالتشاور مع الفيفا يعني الكاف مع الفيفا دارو تشاور قال لك يقرران يتعجيل الجولتين الاولى والتانية من تصفية كأس العالم قاطر الفين وثنين وعشرين الى سبتمبر الفين وعشرين يعني النورمال موكلن اللي عبو في جوا داروها حتى سبتمبر هكذا ومبعد نحكو عن المبارايات الودية اللي هنای نحكوا عن البحث هم زيدنا نقرأ لكم بتاع المبارایات الودية والدخل لا خلي نكملوا علي هادي اخر بو خلاص الخلاص رسميان راهم مؤجكلين كنا نلاحب وفي جوا كنا راح نلاحب مع ج عبوتي وعندنا دو ماش كنا راح نلعب في جوا ودكا هادية تصفية تا كأس العالم يعني رسمية ومباد اجلوهم حتى السبتمبر اسك مليحة ولا لا الخلاص هي تمت يعني اسك حبي يقول ساوني ثاني قالوا لي وش رأيك فيها يعني مليحة مش مليحة هنا ما تقدرش تعرف لأن حاجة ما صارتش ما تقدرش تعرف ولكن نقرأوها مزوجنا واحي نقرأوها من ناحية انه ما ما اجلوها شوجاوا اللاعبين رح نلعبها باي طريقة شوفوا اي حاجة تم رح تتلعب باي طريقة يعني رح تتلعب رح تتلعب سواء سلبية جي سلبية او ايجابية هذي ما تقدرش تعرفها لان ما زال ما تمتش ولكن المعطايات وش تقول انه لو كان باريكزون بالجو ما تنسوش باللي هاد العام كان قوي بزاف ولي ماتش كانوا مكتضين بزاف على اللاعبين يعني انتا يا كيكم لو اللاعبين باريكزون فيما يخلاص كلش يخلاص الدوري الانجليزي الممتاز يخلاص شامبين سليك تخلاص فهنايا اللاعبين صرتو على رياض محرز ولكن احنا نحكو اجمالا لان اللاعبين ولكن صرتو رياض محرز اللي يكون تعبان بزاف على بلكم البطولة هاد كاس شامبين سليك يعني حتى اللاعبين الاخر اللي كانوا داخلين في شامبين سليك راهم حبسوا كيما قولوا خرجوا تليمين او كده رياض محرز بقال اللي هاي وان شاء الله ادعو رانا في رمضان ادعو الوليدنا ما شاء الله يديها بوم بعد ندلكم تانيك فيديو المباراة تعقدوا التعجسي لان بزاف رام بيقولولي اعطينا التشكيلة المتوقع التاعك انت في رأي كل ما تشتعقدوا اسكر رياض محرز اللي هاي واجبتلكم واحد الموضوع التحليل تاكتيكي على رياض محرز نحكي تانيك عليه بوم فاللاعبين هنا يكي يجو في جوا يجو تعبانين بزاف 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 ما تنسوش بالليلافريك مشي احنا سورتو احنا للجزائر عندنا الاغلابية التاعنا الاغلابية يعني اللعبوه ناشطين في كيما قولوه في الدورية الاحلابية الأولوس Different Operati الافارغ الأخرين كاي اللي عندهم كاي اللي ما عندهم شكاين اللي عندهم زوشれたكالي عندهم ربع لاعبين بارك فارتو فاحنا 재 المنتخب التعنت تقريبا متكون من لاعبين ما قولكش محليين ولا مشي محليين لان حتى فيه المحليين ليسافر ويلاlungen لابو. انا عندي هادوك محليين كيما سليماني كيما كيما رامي بن سبعيني كيما عطال وكيما الكيما هادوك انا عندي محليين ولاهم ت Ping arian ولكن يقول المحترفين بمعنى أنهم يلعبوا في أوروبا هذا هو القزة التعليم فيكونوا تعبانين وما تنسوش باللي هذه تصفية كأس العالم يعني تصفية كأس العالم أنا نشوفها أنها إيجابية بالنسبة لي إيجابية علش إيجابية لأن هؤلاء اللاعبين على الأقل تصفية كأس العالم هذه يا خوتي مش هي كما قولوا زعما لي ماتش آميكو تصفية كأس العالم اللاعبين يقدروا يجوك تعبانين بزاف اللي ممكن تصرع عفصل اللي تقدر تكون ضدك يعني ما تتأهج تصفية كأس العالم مليح يكونوا اللاعبين يكونوا مركزين يكونوا كالم يكونوا يعني مرتاحين بدانيا كده يكونوا وجدين فجوان كي كانت في جوان كانت شوية مشي مليحة أنا من عندي يعني أنا ياراني مع مليحة أنه عطلوها حتى للسبتمبر سبتمبر كما قولوا تكون البطولة الأوروبية هداك وين بدات يكونوا اللاعبين بدأوا يشدوا في اللي يقاتحهم مع الروبو اللي يديو هولا بدأوا يرجعوا بدأوا هادك يكونوا ناشيطين شوية يجو إن شاء الله مع بالماضي يزيد يحمسهم شوية يعطي لهم شوية القز فاللعبين تتوعنا يلعبوا لي ماتش اللي يكونوا وجدين هذا أنا راني يشوفها من عندي يعني والعلم عند الله أنها إيجابية تقدر تقرها من ناحية وحدة أخرى أنهم اللاعبين مع رهم سخونين وكذا يجو فاللعب يكون سخون يجو اللاعبين سخونين هنا ما تقدرش تعرف ولكن هي أنا عندي بالنسبة لي النسبة الكبيرة أنها إيجابية كما قلت لكم أنه اللاعبين يجوش لو كان لعبنا هاي يجووا لاعبين نربحوا نقدروا نربحوا نقدروا ما نربحوا نربحوا على كل حال بربي على كل حال نتمنى أنه نربحوا باش نتأهلوا ولكن ما تقدرش تعرف باللي لاعبين على بلكم في الموسم الآخير يكون تعبك عرهاق راهيب على بلكم موسم كامل يجيك اللاعب ديركت يعني أنا راني مع فكرة أنه مشي مع فكرة لأنها صارت لك لما صارت مكان شقع فكرة ولكن ممكن كما يقولوا فيها خير عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني ممكن هذا فيها خير لنا أنها تأجلت لسبتمبر فهمتوا أخوتي أنا هذا هو وأنتو ما أعطوا لي الرأي التاكن في التعليقات أذكر اللي يوافقني في الرأي واللي ما يوافقنيش في الرأي يعطيني علش ما يوافقنيش في الرأي نحاول بإني الله عز وجل إذا ما قريتش حالة التعليقات في اللي اللعشي يكون مريح بيان ندخل للتعليقات ونقرأ باش ناخد أفكار ممكن أنا فكرة راحت لي تعطوني فكرة علشان أنا من ذاك نحب نقرأ التعليقات بو ما نقدرش نقرأ هم قا لأننا راهم يجوا بزاف حتى من الفيديوهات القديمة ولكن نحب نقرأ التعليقات ممكن أنتو ما تعطوني أفكار لأن مشي أنا اللي نعرف بانو أنتو متانيك تعرفوا بانو كاي الناس اللي تعرف بانو كاي اللي من ذاك نشوف تعليقات نشوف تعليقات يعني أنا الفكرة اللي ما جاتش في راسي نلقاها عند التعليقات او نقول ما شاء الله هذا فطرني فيها هذه الفكرة على هذه ماذا بي تعطوني تعليقات التعكم في الموضوع هذا وش رأيكم في الأسكال اللي راهم معايا يقول لي وي لأنها هكذا وكذا ولي ما راوش معايا يعطيني علاش بش ممكن حاجة هذيك اللي علاش النقطة هذيك اللي تقرأ هو أنا راحت لي هكذا خوتي بو نجول على كل حال هذا لا يعني أنه في جواما راح نشوفوا اللاعبين تواعنا أنه هذه هي الحسيتاب اللي إيجابية علاش راح نلعبو مبارايات ودية مبارايات ودية نقدر نقوله لأنه ما على باليش بالصح الناس اللي يعرفوا بانو لا يعرفوا هذا القانون هذا يقول لي لأنه توقف دوالي توقف دوالي فاللي أنه عندهم أوروبا هما التاني كلا أبو كأس أوروبا هذي تحنا الفرصة هذي اللي تتوقف الدوالي راح نغتنموها أنه نديرو مبارايات ودية رانا راكم فهمين المبارايات الودية هذي كما راكم تشوفون نقرأوها سيواجه المنتخب الوطني نظيره الموريطاني وديا بتاريخ ثلاثة جوان الفين واحد وعشرين يعني صافي بليزين شوفوا اللاعبين توانا جوا ومباراة ودية مش هيكي مباراة رسمية تعب تصفية كأس العالم يعني اللاعبين يجوا يلعبون مش هي هذه الحرارة الحرارة ولكن يلعبون مباراة باش يحكموا الرتم التاحهم ويلعبوا باش ينربحوا أكيد فهمتوا على الساعة الثمانية ونص بملعب مصطفى شاكر مع إمكانية يعني ما راهيش مية بالمية رغم في تحاور مع منتخبات إمكانية لعب لقاء أو اثنين آخرين بنفس الفترة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق يعني هنا أحب يقولوا مع موريطانيا راه ورسمي داروا تاريخ تاعه وموعد تاعه وممكن جدا أنه يزيدوا لعبوا وحدة أو اثنين لأن هذا يقصد أنه رهم يتفاوضوا مع من رح يلعبوا وسيتم الإعلان عن تفاصيل في وقت لاحق يعني كين نفروها نعطو لكم التفاصيل على هذه هذا هو المقصود التاحالة ما رانيش غلط المباراة الودية هذه يعني تعطي ما دامره توقف دولي فتعطي أنه اللاعبين أو المنتخب الجزائري إذا لعب تلت المباراة ويربحون فيه ثلاثة يعني راهو ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٧ ٢٢ إن شاء الله نربحون فيه ثلاثة ٢٧ مباراة دون خسارة هنا نبدأ ونقربوا للرقم القياسي العالمي بش المنتخب بتاعنا إن شاء الله يقول لي رقم واحد في سبتمبر نزيدوا نلعبوا مباراة يعني هذه مليحة وش حبيت نقول لكم زادوا ليماتش ثلاثة ليماتش وبعد نزيدوا التصفيات يعني خمسة ليماتش نربحوا خمسة ليماتش تقريبا بلق المنتخب لا كانوا قد ربعة وثلاثين مباراة ندرك لكم التصويتات وش من المنتخب واقت اسبانيا والانسيت اللي راهو المرتبة الأولى تعا عدم الهازيمة فنقربوا إن شاء الله باش نحطموا الرقم القياسي واللي متخب الجزائري هدا هو اللول احنا نتمنى وغير الخير لولادنا مليح أنهم أجلوها وأنهم عندنا ليماتش باش نشوفوا ولادنا يجوا لي أن توحشناهم توحشنا جامال بالماضي توحشنا اللعبين تواعنا يجوا اللي بلاد نشوفوا ليماتش تواحهم نشوفهم في مجموعة هذا وش نقدر نقول لكم في الموضوع هذا خوتي والعشيات تاني كنزيد ندلكم إن شاء الله فيديو تاع الصهراء على المباراة تاع غدوة تاع تشالسي ضد مونشيستر سيتي لمباراة مهمة وحاسمة لإن شاء الله إذا فازت مونشيستر سيتي غدوة فرياد محرس باطل الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التالية التالية هكذا خوتي ما انطويش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام